صباح الخير فوزي صباح الخير نجلاء شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدين في أخبار عالم المال والأعمال في هذا الصباح البداية من مصر ونرصد فيها سعر سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى عند الشراء وفق النشرة الصادرة من البنك المركزي المصري سجل دولار الأمريكي 6 جنيهات و93 قرشا بينما وصل اليورو إلى 9 جنيهات و8 من 100 قرشا الاسترليني سجل 10 جنيهات و77 قرشا أمام العملات العربية سجل الريال السعودي جنيه و84 قرشا أمام الدرهم الإماراتي فقط سجل جنيه و88 قرشا فيما سجل الدينار الكويتي 24 جنيه و29 قرشا نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة في مصر حيث أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي بمعدل 5 جنيهات للجرام مرجعا هذا التراجع إلى هبوط سعر صرف دولار الأمريكية سجل جرام الذهب عيار 24، 326 جنيه و83 قرشا أمام جرام الذهب عيار 21 فقط سجل 285 جنيه و50 قرشا فيما سجل جرام الذهب عيار 18 و244 جنيه و50 قرشا عالميا استقرت أسعار الذهب يونهي المعدل النفيس ثانية أسبوع من المكاسب على ارتفاع قدره فاصل 5% بعد صعوده أكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي بلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1470.3 دولار للأوقية فيما زادت العقود الأمريكية الأجيلة للذهب لتصل إلى 1470 دولار للأوقية ومن بين المعدل النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة للبيع الفوري ليصل 24 دولار فاصل 8 من 100 دولار للأوقية إلى أداء أسواق المال العربية خلال الأسبوع المنقضية التي تباين أداء مؤشرتها فتقدمت في سبع أسواق فيما تراجعت مؤشرات ست منها وذلك وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني شملت الأسواق المتقدمة السوق الكويتي التي ارتفعت بنسبة 4.2% كذلك ارتفعت سوق دبي المالية بنسبة 2.6% وكذلك سوق قطر بنسبة 1.8% السوق التونسي ارتفعت أيضا بنسبة 1.3% ثم البورصة المصرية بنسبة 1% ثم السعودية ارتفعت أيضا بنسبة 0.7% سوق البحرين بلغت نسبة الارتفاع فيها 0.5% في المقابل تراجعت السوق المغربية بنسبة 1.8% وكذلك سوق الأردن بنسبة 1.5% ثم السوق العمانية بنسبة 0.9% والفلسطينية بنسبة 0.8% وأخيرا سوق لبنان بنسبة 0.4% نتحول الآن إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت فيها أسعار العقود الأجلة للنفط بعد أن أذكى نمو أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة توقعات لزيادة الطلب العالمي على النفط من أكبر مستهلك في العالم سجلت عقود الخام القياس الدولي مزيك بيرنت تسليم يونيو ارتفاعا بنسبة 1.30% لتسجل 104.19 نقطة فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف لتصل إلى 1.72% وسجلت 95.61 نقطة نختم هذه الجولة الاقتصادية من أسواق النقد الأجنبي وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى سجل اليورو دولارا و 31 سنة فيما سجل الجنيه الاسترالي دولارا و 55 سنة فيما بلغ سهر المائة الياباني دولار فاصل واحد من 100 دولار وجاهدين إلى هنا تات هذه الوقفة الاقتصادية عودة من جديد إلى استكمال